ما الذي يحدث ولم يذكره تقليل بي بي سي فيما تعلق بأذية المسلمات داخل المعتقلات يعني قلبهار جليل التي مكثت أكثر من 18 شهرا في هذه المعسكرات في إحدى هذه المعسكرات في مدينة أولمشي قدمت لنا تصريحا وهي سجنت في سجن فيها أكثر من 60 امرأة يعني في غرفة واحدة كانت أكثر من 60 امرأة حسب ما قدمت في شهادتها أنهن طبعا كل يوم يتعرضن لغسل الأدمغة معنى ذلك أنهن ينشدن كل يوم أناشيد تمجد الحزب الشيوعي والرئيس الصيني قهرا وغصبا نعم غصبا يعني لازم في تلفزيون في الغرفة تعرض على القناة دائما خطابات لشي جنبيل على استمرار والنشيد الوطني وغيرها من الأناشيد التي تمجد الحزب الشيوعي الصيني وطبعا تسيء إلى هؤلاء النسوة مثلا من ناحية أنهن كنا يعني لم تكن أحرار قبل أن تدخلنا إلى هذه السجون وهن أصبحنا أحرار من الناحية الفكرية والدين طبعا ما يتعرضن مثلا هي قدمت النساء أنهن في غرفة رغم ذلك مقيدة على عمود السرير بسلاسل يعني إحدى رجليها كل إمرأة إحدى رجليها بسلاسل مقيدة إلى عمود السرير داخل الغرفة داخل الغرفة أيضا لستن أحرار يعني في الحركة وإنما كلهن بإحدى رجليها وهذه الغرفة مغلقة نعم من الخارج بابها مغلق من الخارج بابها مغلق من الخارج وفيها كاميرا في الحوائد كلها يعني داخل الغرفة وكل حركة أو يعني همسة يعني تسمع بالكاميرا رغم ذلك هن مقيدة